نرحب بمستمعين الذين انضموا إلى الاستماع لإذاعة صوت النجاح ونواصل معكم برامجنا إذاعة صوت النجاح تقدم برنامج تألق من إعداد وتقديم دكتور محمد بشارات بسمة طفل حين نلاقي ما أجمله قلب يحمل هم أخي في العسر له يسر في الحزن يواسي بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المستمع عزيزة المستمع سلام من الله عليكما وسلام إليكما تحية محبة فأهلا بكما معي اليوم في رسائل في التنمية البشرية ومع برنامج تألق وحديثي معكم اليوم عن فكرة اليوم حديثة أيها المستمعين الكرام وعزيزة المستمعة بعنوان شجع ابنك على الدراسة كما أخاطب في بعض الرسائل المنظفين أخاطب الأفراد وخاطب الأشخاص وخاطب الأمهات فأنا اليوم أخاطب الآباء والأمهات وخاطبهم كيف يستطيعوا أن يشجعوا أبناءهم على الدراسة ونحن نعرف تماما أنه عندنا أشكالية أنه أطفالنا وأولادنا في المدارس لا يحبون التعليم لأن التعليم التقليدي هو تعليم تلقيني مقيت وللأسف لا يمارس بالنظرية الكونفوشوسية يعني في النهاية كونفوشوس حكيم الصين الذي ولد قبل خمسة ألاف عام قبل الميلاد بقول قل لي أنسى أرني قد أتذكر أشركني أتعلم يعني الزلم هذا قبل الميلاد للمسيح عليه السلام بخمسة ألاف سنة فاهم أن الحكي اللي بتقول لي يا وبتلقيني يا قل لي أنسى أنسى بأنسى كل شيء وأدرك أن التلقين أسلوب فاشل ورح ينسى وأن أرني قد أتذكر أنك تورجيني بعض الأشياء كمان أسلوب تعليمي فاشل لأنه لن يعطيني كافة المعلومات وأن التعليم الحقيقي الذي ينطلق من الإشراك والشراك الحقيقية والتفاعل والتجارب هون بجعلني أقولكم أنه للأسف الشديد أساليبنا التعليمية للأسف تحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى تفصيل كثير ولعل يأتي في رسائل لها علاقة في المعلمين ولكن هون رسالتي اسمحوا لي أن تكون للأبا والأمهات على تشجيع أبنائهم على الدراسة وهي بدي أعطي مجموعة خطوات بتساعدك على تشجيع ابنك على الدراسة أول حاجة عزيز المستمع عزيزة المستمعة احرص دائما على إيجاد دافع لدى ابنك للدراسة مثل أنك تقول له هاي الدراسة لإلك لمستقبلك تعطيه مكافآت المكافآت العلاقة بالهدايا الطيبة والجميلة لأنك لما تنجز ذلك الأمر تعزز لديه حب الدراسة اثنين دائما اعتمد في مساعدة ابنك على المتابعة للتلقين دائما شجعه بث الثقة في نفسه قل له أنت رائع وأنا بشر عر فيك أنك متميز يعطيها بهذه الطريقة قل له أنت ابني وأنا بعتز فيك وأنا بتأكد بإذن الله أنك ستصل ستتميز هون تابع ما تلقن قل له أنت عندك قدرات إبداعية وعندك تفكير متميز ومشاء الله دل مرة الماضية لما عملت الطريقة الفلانية أنت أنجزت فيها بتروح بتذكر بنجاحاته السابقة ضغط الثالث دائما عود ابنك على أن يهيئ نفسه للدراسة يختار المكان المناسب ويختار الوقت المناسب يختار المكان المناسب للدراسة ما يكونش هو تعبان في بعض الأميات والأباء لما هو الميروح للمدرسة أدرس أدرس يا أخوان يا كرام ليس هذه الطريقة أنتوا بتكرهوه مش في الدراسة بتكرهوه في التعلم كمان وفي العلم كله لذلك دائما هيئوا له الوقت الدراسة وقتها وتوقيتها ومكانها كمان نساعده في تهيئة مكان الدراسة ما تحطوش في مكان في ضجة إضاءة خافتة أو إضاءة قوية زايدة يعني بدك تكون مكان مريح فيه قاعدة جميلة قاعدة مريحة يعني بعض الطلاب بالأسف بدرسوا في الحمامات مش هذا مكان دراسي يعني ولا عمره أو في بعض الطلاب بالأسف بدرسوا على التخت أو على السرير وهذا كمان خطأ هذي أخطاء يمارس كثير من الأبناء للأسف أو في بعض الطلاب بيمارسوا الدراسة بطريقة واحدة بس يقرأ ويكزدر بيقطع له عشر عشرين كيلو برضو هاي طريقة خاطئة مشان هيك مكان الدراسة هو مكان جدا مهم ما يكون فيه ضوضاء تعمله كشف صحي دوري خصوصا إذا فقد التركيز تشوف طبيعة أكله نوع أكله اللي باكله فهذا كثير منيح وبساعدك وهون بدي أذكرك أن يبتعد ابنك عن كل إشيء اسمه من مشروبات الطاقة لأنها تدمره صحيا تدمره جسديا نقطة السادسة عور ابنك دايما أن لا يدرس وهو جائع أو بعد الأكل مباشرة في الحالتين الدم طاشش يعني باللغة العامية إذا درس ابنك وهو جائع فعني التركيزه على بطنه يعني مش هفكر نهائيا أن يتعلم وإذا درسه هو ماكل فرح يهسهس يعني ما فيش شرحة أن الدم كله نازل على المعدة فيكون دائما بعد الأكل بساعة بيكون أفضل وقت للدراسة نقطة السابعة دائما احرص على أن يجلس ابنك دائما جلسة انتباه مش جلسة استرخاء في بعض الأبناء هم بدرسوا بدرسوا متمدد من جعي ما تدلي حاله على هالكنباية هاي الطريقة خاطئة لا تعلم ولا تدرسها يتخلي ينام فيكون جلسة جلسة انتباه وجلسة استقامة دائما درب ابنك على أن يبدأ الدراسته بالمعرفة العنوين الأفكار الرئيسية ثم النزول الأفكار التالية ثم التالية ثم التالية اللي بنسميها الدراسة بالتسلسل أيضا إذا ابنك يعني ما فهم شي ما استوعب شي خليه يكتبه خليه تطلع بالكتاب مرة تانية خليه يعيد حاوله مرة أخرى حتى يستوعب الأمور يعني يعيد يمارس يكرر مرة بعد مرة 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 هون انت بتستطيع انتك تدخل وتساعده كمان ما يكونش ابنك يدرس في مادتين زي بعض وراء بعض كمان هم سي عنده تداخل وفي نسيان زي ما يدرس مثلا مدنية ووطنية وتاريخ والله ما يعرف ليش عاملين في التربية التعليم على كل حال ألا يدرس مادتين متشابهتين على التوالي هذا ممكن يسبب له نسيان وتداخل دائما ارشد ابنك إلى ضرورة فهم الاشي المراد حفظه أولا يعني الفهم هو الذي يثبت الحفظ مش يحفظ من دون ما يكون فهم لأنه سينسى وبسرعة نقطة جدا رئيسية إذا بدك تقوّل حفظه عند ابنك ويستيعاب شجعه استثمر وقته استثمر فراغاته اعمل له مراجعة صامتة اعمل له رسم اعمل له خريطة ذهنية اعمل له رسم بالأشكال هذي كله ستساعده على التذكّر وعلى حفظه الاستيعاب اهيضا نقطة 13 عود ابنك أن يعطي لي نفسه راحة من 10 ل 15 دقيقة خصوصا بين كل ساعة وساعة هذي الراحة هذا الفراغ بريحه بين مادة ومادة كما نعطيه استراحة لما يكون عنده امتحانات أو خمس دقائق مثلا كل نصف ساعة طي ثلاث دقائق وخمس دقائق كل هذا كله بخلي عنده راحة وخلي عنده نفسية وحب أن يدرس وأن يكمل دراسته دائما اقترح على ابنك أن يبدأ بالمهمة الأكثر صعوبة ثم الأسهل في الدراسة اللي بيخلصها بروح بعد الأسهل بشأن يخلص بسرعة ومهم جدا عدم الإفراط عند ابنك في الدراسة يعني في بعض الإميات الله يسامحهم يعني بيشدوا على ابن دراسة غير عادية وبعض المدارس طبعا يعني سامحوني بأرض أصحاب المدارس يعني بيهلكوا لولادي دراسة سامحوني القصة مش تعباية معلومات الإفراط في هذه الطريقة والله بتخلي الولد ذكره كل الدراسة كونوا مقتصدين عن طول الشيء اللي بستفيد منه الله يبارك فيكم تبلغوش ومش كثرة مواد وفلسفات زيادة كونوا منطقيين وعقلانين حتى في تعليم أولادكم وحتى كمان في اختيار المدارس لأولادكم إذا كانت مدارس خاصة نقطة صبع أو ستاحش عفوا الاستذكار والتتعلم مهم جدا إنه ابنك يحضر حضر بكرة ولو بالقراءة السريعة ما عندي مشكلة بسيطة ما عندي مشكلة التحضير لبكرة ولو مر مرور الكرام على المادة اللي بيقراءها بهاي الطريقة انت بتشجعه على الدراسة وبتحافظه على الدراسة وممكن يدرس بطريقة أفضل كمان بتفاعل مع المعلم بالصف أو معلم علمة بيكونش سرحان وبيكونش عنده نسيان بل على العكس بيكون عنده تفاعل داول دراسية وقته يوزعه صح يحط لحاله كل وقت وين بيدي يقضي كيف يوزع وقته بعد المدرسة شي يعمل وقات صلاته وقات أكله وقات دراسته كل هذا لما بيشترها الطريقة بيكون إنسان عنده إدارة لوقته بطريقة فعالة وصحيحة وهنا بتجعل من ابنك شخص يستطيع أن يدير وقته في المستقبل ويكون فاعل وناجح بسكل إيجابي في الختام أتمنى لأبنائكم التمييز طبعا وأتمنى لك ولك الاستفادة والاستزالة والتطبيق حتى نكون متألقين في حياتنا متميزين في مجتمعاتنا وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى محبكم محمد بشارات فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استمعتم لبرنامج تألق أعده وقدمه لكم دكتور محمد بشارات ترجمة نانسي قنقر